السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أننا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم أسبوعيا في يحكى أننا في هذا الموعد وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة في فترات كتيرة أوي من الحلقة حضراتكم ممكن تبعتولنا التعليقات بتاعتكم أو تبعتولنا أسئلة وإحنا بنخصص حلقات كاملة للأسئلة إن جاءوا فيها على أسئلة حضراتكم يعني وكمان ممكن ترجعوا لمحتوى أي جزء من حلقاتنا السابقة سواء كانت أجزاء مقسمة أو حتى حلقات كاملة حضراتكم بس بتكتبوا يحكى أننا القناة الأولى وتكتبوا الموضوع أو الدكتور محمد رفعت وهيطلع لكم إن شاء الله كده عدد كبير جدا جدا من الموضوعات اللي عايز يتفرج عليها أو اللي عايز يتبعها هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أكتر من موضوع وبنبه حضراتكم إن إحنا في حلقات سابقة اتكلمنا عن الصفرة الطبيعية واتكلمنا عن مقياس أبجر واتكلمنا عن المواصفات القياسية للمولود وقت الولادة واتكلمنا كمان عن التطايمات الإجبارية أو الضرورية يعني أو الإلزامية أي اسم أنتم عايزينه ولو إن أنا بشكل شخصي زي ما شرحت لحضراتكم بحب أو يمسمى التطايمات الإجبارية أي ولا إنها إجبار فعلا من الأهل يعني أو على الأهل إن هم يعطوا هذه التطايمات لأطفالهم أو لمولدهم في موعدها زي ما شرحناها بكل تفصيل طيب أنا ليه جبت سيرة التطايمات الإجبارية لإني هنبدأ النهاردة حلقتنا بالتطايمات الأخرى وهي التطايمات الإضافية أو غير الإجبارية بس قبل ما أتكلم في الموضوع ده مع حضراتكم أحب إن أنا أنوه لحاجة أو أنبه حضراتكم لحاجة مهمة جدا التطايمات الإجبارية هي التطايمات المهمة هي التطايمات الإلزامية هي التطايمات الضرورية واتفقنا أنها موجودة في مكاتب الصحة بالمجان ومنظمة جدا في مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية مصر العربية واللي عايز يعرف إيه هي التطايمات الإجبارية ببساطة شديدة يقلب شهادة ميلاد ابنه أو بنته المولود هيجلاقي التطايمات دي مكتوبة وبموعيد إعطاءها للطفل سواء عند الولادة إيه أو بعد 15 يوم أو بعد عمر شهرين وستة وهكذا تمام؟ وفي حلقة التطايمات دي كنت ختمت كلامي مع حضراتكم وقلت لكم أنه أنا ليه بحب أن أنا يعني أروج وأحفز أن إحنا ناخد التطايمات دي في مكاتب الصحة لأنه ده المكان المضمون وده المكان الدولة يعني ملتزمة بتوفير فيه التطايمات في صورة فعالة وجيدة وممتازة وأكيد أنا مش ضد أن الناس تاخد التطايمات في أماكن أخرى سواء كانت مستشفات خاصة أو عيادات أطباء خاصة أو ما إلى ذلك ولكن أنا ضد حاجتين الحاجة الأولانية هي أنه أحيانا الدكاترة في عياداتهم الخاصة أو حتى في المستشفات بيجيبوا كمية من التطايمات الله أعلم بقى بظروف تخزينها أو بتواريخ صلاحيتها أو ما إلى ذلك يعني ممكن يجيبوا مثلا كمية التطايمات أكبر من المتوقع أو أكبر من اللي استخدموه فبالتالي بيكون فيه فائد من هذه التطايمات فده ممكن يبقى فيه خطورة شوية أن التواريخ بتكون الرابط أو حتى انتهت ومن غير ما هم ياخدوا بالهم وهكذا الحاجة الثانية اللي أنا ضدها هو ترويج بعض الأطباء أو بعض الأماكن الطبية وأنا بقولها هو بشكل صريح ولا نخشى في الحق لو ما تلاقي الترويج الذي يمارسه بعض الأطباء على الأهالي أو على الأسر الأباء والأمهات ويقولوا لهم أن التطايمات بتاعتنا أفضل من تطايمات مكتب الصحة هذا كلام خاطئ تماما وعاري تماما من الصحة والحقيقة أنه هو غير يعني غير محترم كمان أولا لأنه مفيش حاجة اسمها تطايمات أحسن يعني مفيش حاجة اسمها أحسن ده التطايم ده أحسن من ده مفيش حاجة اسمها كده تمام؟ التطايمات دي بتصنعها شركات معروفة على مستوى العالم كل وأنا أعتقد أن أنا برضو قلت لحضراتكم في ختام حلقة التطايمات اللي هي الإجبارية اللي اتكلمت فيها يعني على الموضوع ده وقلت إن فيه ده كثرة بيصل بيهم الأمر يقولوا إيه التطايمات بتجيلي مخصوص من الدولة الفلانية أو الكلام ده كله ده كلام مش مظبوط ما تصدقوش يا جماعة الكلام ده خلاص إحنا هنلتزم الأدب وهنلتزم الاحترام ومش هنعلق على اللي بيقولوا الحاجات اللي مش مظبوطة دي ولكن أكلم بقى حضراتكم كأباء وأمهات ما تصدقوش هذه الحاجات ما تصدقوش وما تقولوش أنتوا كأب وأم قدي التطايمات كلها لابني أو لبنتي عند الدكتور أحسن أيوة أحسن من إيه؟ يعني أحسن من وجهة نظر مين؟ هو بيقولوه أحسن كمكان يعني كديكوريشن المكان يبقى الديكور بتاعه أفضل يعني هو أكيد مش أحسن في التطعيم مش أحسن في الجودة أكيد مش أحسن في تاريخ الإنتاج أو تاريخ الصلاحي أكيد مش أحسن فهو أنا مش عارف بقى إنه هو إيه؟ الحكاية إنه إحنا ناخد التطايمات عند الدكتور بشكل خاص أحسن أو كده اللي عايز يعمل كده يعمل ولكن يبقى بيعمل كده باختياره هو ناس فيه ناس كده يعني فيه ناس كده بتحب إنها دايما تبحث عن مش التميز تبحث عن الاستثناء أو تبحث عن غير التقليدي أو مع إنه المفروض إنه فيه حاجات يعني مشي عالكل يعني يعني فأنا برضو بكرر عشان بس ما تفهمش غلط أنا مش ضد مفيش حاجة علميا ضد الحكاية دي إن حد دكتور في عيادة خاصة أو دكتور في مستشفى خاص يدي التطايمات هو أنا مش ضد ده خالص ولكن أنا ضد إيه؟ ضد إنه إحنا نروج إنه إحنا نقول إن التطايمات دي أفضل من تطايمات مكاتب الصحة لأن ده هذا كلام خاطئ تماما وضد إنه إحنا أحيانا ممكن نبقى مش مدركين طريق التخزين هذه التطايمات أو كده حد يقول لي الله طب ما في مكتب الصحة إحنا مش عارفين لا أطمنكم بقى إن في مكتب الصحة مفيش حاجة بتتخزن أصلا لأنه زي ما قلت بالحرف كده السحب سريع جدا كم من ناس اللي بيتطعاموا يوميا في مكاتب الصحة كبير جدا جدا فدايما التطايمات دي في حالة يعني ورود لمكتب الصحة وزي ما قلت لكم مكاتب الصحة معظمها إن لم يكن كلها يعني على مستوى الجمهورية تطورت جدا وبقى فيه نظام كمان إنه الموليد مثلا اللي هو تطايمات الشهرين ليوم يوم معين تطايمات ست وشهر ليوم يوم معين تطايمات السنة ليوم يوم معين وهكذا فدا ساهم في تقليل الضغط بشكل كبير ندخل بقى في حلقتنا النهاردة أو في موضوعنا النهاردة وهي تطايمات غير الإجبارية وأي حد بيسمع كده وبيستوعب هيبقى فاهم هو اللي بقوله غير إجبارية يعني إيه غير إجبارية؟ يعني ممكن الأطفال ما بياخدوهاش عادي طب هي معنى كده إنها مضرة؟ خالص هي مش مضرة طب معنى كده إنها مهمة؟ مهمة غير إجبارية يعني إيه غير إجبارية؟ يعني ممكن إنها تكون طفل ياخدها ولكن المرض اللي بياخد بسببه هذا التطعيم وارد جدا إنه هو يصبي فهمته قصدي؟ عشان كده الدولة مدخلتش هذه التطعيمات في جدول التطعيمات الإجبارية بالمنطق ده على فكرة يا الموضوع ملوش علاقة بالفلوس ولا بالزانيات ولا الكلام ده خالص يعني محدش يضحك عليكم بالحاجات دي الدولة ممثلة في وزارة الصحة لما بيلاقوا إن فيه احتياج لنوع معين من التطعيم يوم يدخل والدليعة كده إيه؟ زي ما قلت لكم التطعيم ضد التعاب الكابدي الفيروسي به ما كانش موجود من سنوات دلوقتي بقى في التطعيمات الإجبارية وأظن اللي شافوا الحلقة هيشوفوا كم مرة بندي الأطفال فيه التطعيم الإجباري ضد التعاب الكابدي الفيروسي به من ضمنها حتى التطعيم جرعة الميلاد يعني أول ما الطفل يتولد للدولة بتلاقي إن فيه احتياج لإدخال هذا المصل أو هذا التطعيم بالذات أو بعينه إلى جدول التطعيمات الإجبارية طول ما التطعيم مش في الجدول ده يبقى تعرفوا إنه هو زي ما بحنا بنقول في الطب أوبشنال يعني اختياري الناس عايزة تديه ما يشي مش عايزة تديه ما تقلقش يعني ما فيش مشكلة كبيرة أكيد فيه ضرورة بقى أن أنا أتكلم إيه هي التطعيمات غير الإجبارية طبا ما لا هنتكلم عنها ليه؟ هنتكلم عنها عشان الناس برضو تبقى وعية إذ ربما أسر يبقوا عايزين يدوا لولادهم هذه التطعيمات ما فيش مشكلة نقول عند عمر الشهرين نهاية الشهر الثاني بيتاخد الجرعة الأولى ضد المكاورات الرئوية وضد ده مرض يعني ومرض تاني اسمه الروتة المكاورات الرئوية بين من اسمه أنه مرض له علاقة بالرئتين أو بالجهاز التنفسي والروتة مرض له علاقة بالجهاز الهضمي وتحديداً بالنزلات المعاوية أو كده عند عمر أربع شهور بيتاخذ الجرعة الثانية ضد المكورات الرئوية وضد الروت عند عمر ست شهور الجرعة الثالثة ضد المكورات الرئوية فقط عند نهاية السنة الأولى بيكون فيه تطعيم ضد الجديري المائي خلاص ومعاه تطعيم تاني ضد الالتهاب الكابدي اللي هو الفيروسي ألف عند عمر 18 شهر الو سنة ونص يعني بيكون فيه جرعات منشطة ضد الأنفلوانزا البكتيرية وضد المكورات الرئوية عند عمر السنتين بيكون فيه التطعيم ضد مرض الحمى الشوكية والجرعة الثانية ضد الالتهاب الكابدي الفيروسي ألف هي دي التطعيمات غير الإجبارية غير الإجبارية غير الإجبارية أعمل أولها هكذا مرة ده مش خطأ في التسجيل أو في خطأ في التصوير لا أنا عمل أكررها غير إجبارية غير إجبارية ما بقولش إنها مضرة خالص خالص بس يا غير إجبارية لو إجبارية هتلاقوها في الجدول التطعيمات الأساسية أو الإجبارية وقبل منهي كلامي عن التطعيمات الإضافية أو غير الإجبارية زي ما إحنا لسا عملين نكرر عايز أقول لحضراتكم بعض النوعات أولا إن التطعيمات دي لو الطفل ما خدهاش ما تقلقوش أو إن الطفل ممكن ياخدها ويصاب بالمرض نفسه يعني يخد تطعيم ضد الروتق بس يجيل ونزلة معوي يعني مش ضمانة إنها تؤثر بنسبة 100% النقطة دي أنا عايز أركز عليها شوية علشان تبقى الأمور واضحة ليه؟ أنا بشكل شخصي أعرف ناس يقولوا إيه إحنا بقى إيه بدلا ما نروح مكتب الصحة إحنا بنتابع مع الدكتور الفلاني أو الدكتورة الفلانية بندية التطعيمات كلها هناك الأساسية أو الإجبارية وغير الأساسية اللي هي غير الإجبارية موافق بس بشرط لا تنازل على الإطلاق في التطعيمات الإجبارية خالص أنا مرة زي ما حكيت لكم كده حكاية في الحلقة اللي تكلمت فيها عن التطعيمات الأسرة اللي قابلتني في أحد الأماكن ولقيت الراجل الأب يعني بكل أريحية كده وفي وسط الكلام كان بيكلف موضوع تاني وعندين بيقول لي بالمناسبة أنا يعني بسأل يعني العمر قد إيه وكده على عمر الطفل يعني كنا في مكان عام يعني فبيقول لي ده كذا قلت له طب كويس بقى أخد التطعيم وتقال لي آه بس أنا هعيده الأسبوع الجاي أنا حكيت لكم القصة دي الحلقة اللي فاتت أو الحلقة اللي تكلمت فيها عن التطعيمات فقلت له ليه قال لي عشان ما سخنش الطفل فانا ساعتها قلت دي مناسبة حلوة طبعا نفيت له الأمر وقلت مناسبة حلوة أن أنا عرف حضراتكم اللي بتفرجوا علينا واللي بيتابعونا واللي بيثقوا في كلامنا أنه ليس شرطا أن التطعيم يبقى له أعراض جانبية مش شرط خالص يعني أن التطعيم الطفل ياخده وما يسخنش ده مش معنى أن التطعيم وحش ولا في حاجة خالص ده معنى أن الطفل ببساطة منعته ممتازة يعني ولو سخن ده مش معنى أنه مناعته وحشة بس ده personal variation أو اختلافات شخصية أو اختلافات طفيفة ما بين طفل وطفل لأنها حتى بتبقى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة طفيف طفيف يعني إيه يعني درجة أو درجة أو شرطتين كده على أقصى تقدير يعني فاهمين قصدي وبنتعامل معه بمخفضات الحرارة وتمام جدا جدا خلاص نقطة تانية بقى دي اتكلمت فيها نقطة تانية بقى اللي عايز أتكلم فيها في الحلقة دي أنه أنا لقيت مرة من المرات والله والله هذه قصة حقيقية لقيت أسرة بقى بس مرة دي أم وبتكلمني عن التطعيمات دي اللي أنا لسه قيلها اللي هي التطعيمات غير الإجبارية فبقول لها تمام يعني يعني ما فيش منها مشكلة ومش مضرة ومش ملزمة بس أهم حاجة التطعيمات تانية فتقولي يا التطعيمات تانية دي مهمة يعني فقلت لها يعني مهمة مهمة جدا اعتقدت هذه الأم أو هذه السيدة والله كمان مرة تالتة اللي أنا بقوله لكم اعتقدت هذه السيدة هذه الأم أن التطعيمات الإجبارية علشان ببلاش عشان الدولة مقدمة ميزة أنها تبقى تطعيمات مجانية فهي افتكرت أنها تطعيمات مش مهمة بتقولي المهمة التطعيمات دي اللي هي بفلوس قلت لها لأ ده العكس أقول لي صح التطعيمات بفلوس دي حاجة اختيارية كده حاجة فوق البيعة إنما التطعيمات الإلزامية والضرورية واللي طفلك محتاجها هي التطعيمات الأولانية فهي قالت لي كده حرفا قايت لي يعني حرفيا قايت لي بس دي ببلاش قلت لها ما هو ببلاش آه دي خدمة من الدولة يعني الدولة بتقدم التطعيمات دي بلاش خدمة للمواطنين مش معنى كده ان التطعيمات دي اهميتها مش كبيرة خال ده العكس هو اللي صحيح التباس المفاهيم ممكن الناس وهي بتفرج دلوقتي علينا يقولوا ايه معقولة فيه ناس بتفكر كده والله فيه ناس بتفكر كده وانا بحكي لكم واقسمت يمين بالله العلي العظيم ان ده حقيق اللي انا بقول لكم سواء اللي قال لي ان ابني مسخينش فانا هعيد له التطعيم سواء اللي بتقول لي التطعيمات اللي هي بتاعة شهدت الميلاد دي يعني مش مهمة قوي اصلا بلاش يعني فدي مش مهمة بقول لكم فيه ناس بتفكر كده فيه ناس بتفكر كده تخيلوا بقى فيه ناس بتفكر كده سواء بتفكر كده من تلقاء نفسها او بتفكر كده نتيجة رغي او نتيجة كلام غير منضبط يعني في محيط هم موجودين فيه يبقى اول نقطة بحب اركز عليها ان دي التطعيمات الاجبارية هي التطعيمات الضرورية طيب تاني نقطة إيه ثانيا إن اختيار الدولة والممثلة هنا في وزارة الصحة زي ما قلتلكم للتطعيمات الإجبارية زي ما قلتلكم الحلقة اللي فاتت ولتلكم الحلقة دي بيكون مبني على فكرة إنه الأمراض اللي تطعيماتها إجبارية دي دي الأمراض اللي في منها خوف فعشان كده عايزين كل الأطفال يطعاموا ضدها تمام ثالث يعني الدولة مش بالمزاج يعني ولا بالقرعة لا ده هي شايفة أن التطعيمات دي هي دي بتمثل تطعيمات ووقاية ضد أمراض الأمراض دي بالتحديد في خطورة منها ممكن يكون فيه منها نسبة إنشاء وعلى فكرة ده بيختلف من دولة إلى أخرى يعني مش لازم التطعيمات في مصر تبقى زي التطعيمات في دولة تانية ممكن بعض الأمور تتشابه طبعا ولكن مش كوبي يعني مش نسخة تمام ثالث نقطة أن التطعيم ضد الجديري المائي اللي كلمنا عنه دلوقتي في التطعيمات غير الملزمة اللي بيكون عنده عمر سنة لازم يكون فيه فاصل زمني مدته الشهر ما بين التطعيم ده اللي هو بتاع الجديري المائي وما بين التطعيم الإجباري ضد الثلاثي الفيروسي اللي هو ضد الحزبة والحزبة الألمانية والنكاف لازم يكون فيه شهر طب اللي بيتخذ الأول مين؟ التطعيمي الإجباري ده بيتخذ عند سنة يبقى معنا كده أن التطعيم ضد الجدير المائي يتخذ اعتبارا من سنة وشهر مش سنة خلاص يبقى اللي بيتخذ الأول هو التطعيم الإجباري مرة تانية ضد الثلاثي الفيروسي دي نقطة مهمة أوي التطعيم الذي له الأولوياء اللي يتخذ الأول ضد الثلاثي الفيروسي يلي بفاصل زمني لا يقل عن شهر التطعيم ضد الجدير المائي خلاص كده واضحة الأمور النقطة الرابعة أن الجرعة التانية ضد الالتهاب الكابدي ألف ده مش ملزم اللي ملزم به اللي بيتاخد في التطعيمات الإجبارية إنما التطعيم ألف ده في جرعة وجرعة تانية في التطعيمات الغير ضرورية الجرعة التانية بقى لازم يكون فات على الجرعة الأولى فترة من ست شهور لسنة يعني ما ينفعش أقل من ست شهور فاصل خامسا أو خامس نقطة في حال تم إعطاء جرعة منشطة ضد مرض أدارن هتقولوا لي أدارن ده من التطعيمات الإجبارية أو اللقاء وبيقف خلاص يعني زي ما اتاخد كده في الأول بيقف في بقى مدرسة كده أو ناس يقولوا إيه يتخد له جرعة منشطة عند عمر أربع سنين إلى عمر ست سنين خلاص دي جرعة غير ملزمة خلاص ففي حال لو دي اتخدت ها لازم يجرى اختبار حساسية قبل التطعيم سادس نقطة أن تطعيم الأنفلونزة الفيروسية اللي هو التطعيم الأنفلونزة الموسمية اللي هو بيتاخد ممكن الأيام دي خلاص فالتطعيم ده اللي هو التطعيم الأنفلونزة منظمة صحة العالمية أجازة تقديمه للأطفال من بعد عمر ست شهور وأفضل وقت أنه يتاخد في فصل الخريف تحديدا في بداية فصل الخريف يعني خلال شهر أكتوبر ولكن اللي عندهم حساسية ضد البيض ما ياخدوش تطعيم الأنفلونزة تمام؟ ومهم قوي أنه يكون تطعيم السنة يعني تطعيم سنة يعني إحنا مثلا في سنة 24 20-24 يبقى تطعيم سنة 20-24 أخيرا النقطة رقم سبعة أن التطعيمات الإضافية دي لا يتم إعطاءها في مكاتب الصحة ولكن في أماكن أخرى زي ما قلت العادات الطبية أو المستشفيات الخاصة أو المستشفيات الخاصة أو مراكز المصل واللقاح وطبعا ده بيتم تحت مسئولية هذه الأماكن ده كان موضوعنا الأول في حلقة النهاردة هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي موضوعاتنا النهاردة يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكو في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه من التلفزيون المصري القناة الأولى وتكلمنا في الجزء الأول عن التطعيمات غير الإجبارية أو تطعيمات غير الملزمة وتكلمنا عن نقاط مهمة تتعلق بهذا الشأن موضوعنا دلوقتي عن موضوع أو عرض بيصيب بعض الأطفال والحقيقة أن احنا اتعلمنا حاجة مع بعض سواء أنا مع حضراتكم أو أنا في فترات سابقة أنه مهما تصورنا أنه موضوع يتهاء لنا كده كصنع محتوى يعني أن الموضوع ده نادر يعني مش كبير قوي نفاجأ لما نقرأ بقى إحصائيات أو لما نقابل ناس أو لما يجي لنا أسئلة نفاجأ أن ما كنا نظنه أنه نادر نكتشف أنه لا ده مش نادر ولا حاجة ده ناس كتيرة قوي بيعانوا من هذا الأمر ده في الطب يعني ده حاجة مشهورة قوي عشان كده في قاعدة طبية كده بتقول إيه أنه ما نستهونش بأي شكوى وما تفتكرش أن الشكوى اللي حضرتك بتشتكيها سواء حضرتك أو حضرتك كناس كبار أو خاصة بأطفالكو بعد الشر بعد الشر على الجميع يعني ما تفتكروش أنها أحوال نادرة لا هي طالما أنها حصلت يبقى أكيد أصابت الغير يعني سبب أن أنا بقولي الكلام ده هو العرض اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي وهو الألم أثناء التبول عند الأطفال يعني بعض الأطفال لما يجوا يعملوا يورين أو يعملوا بول يتبولوا يعني بيكون عندهم ألم عايزين نتكلم شوية عن الموضوع ده أولا التبول والتبرز بالمرة يعني لأول مرة مش لازم يحصلوا لحظة الولادة دي مهمة ولكن بيبقى مطلوب أن احنا نراجع الأمر ونتأكد أنه حدثت عملية الإخراج سواء البول أو البراز خلال أول 24 ساعة من الولادة أول 24 ساعة إلى أول 36 ساعة من بعد الولادة يعني ما بين يوم يوم الولادة ونصف اليوم التالي إذا ده ما حصلش لابد من الفحص الطبي للمولود كلامي واضح أوه يبقى بنستقنى 36 ساعة يوم يعني يوم الولادة من الولادة عشان بس في ناس ممكن تفتكر أصلي وولادات بتتم بالليل لا إحنا عايزين نحسب 24 ساعة من الولادة ثم 12 ساعة كمان المفروض أنه في الوقت ده يحصل الإخراج لأول مرة سواء كان التبول أو التبرز كلامي بقى مع حضراتكم دلوقتي عن صعوبة التبول أو التبول اللي بيبقى مصاحب بألم يعني يكون التبول فيه ألم عند الأطفال الكبار أطفال اللي بيعرفوا يتكلموا الكبار بيكون فيه قدرة على التعبير بالكلام عن الحالة دي يعني الطفل ببساطة بيقول فيه إيه أنا ما وجهه فيه حاجة بتوجعني يعني مش لازم حتى يصف بدقة بس على الأقل على الأقل بيقدر يعبر بكلمات قليلة أو بتعبيرات وجه مصاحبة لكلمات قليلة أن هناك أمر مزعج أثناء عملية التبول دول الأطفال الكبار لكن عند الأطفال الصغيرين بيكون بقى البكاء الشديد هو العلامة الرئيسية المصاحبة لعملية التبول أتقولولي الله طب ما احنا ما بنشوفش عملية التبول دي بتحصل زي ما هو بيبقى لابس حفاظة أقول لكم لا ما هو أنتو بتبقوا عارفين أحيانا بتبقى معروفة مواعيد التبول دي تمام وفيه أمهات بيبقوا شطار بقى بيبقوا عارفين أن الطفل لديه تعبيرات وجه كده معينة أسناء عملية التبول يعني حضرتك كأم تحديد أنا بكلم هنا الأمهات والأباء يعني مش ميطلعوش نفسهم من قصة بس أنا بكلم الأمهات لأن الأمهات هم اللي في حالة تماث وقرب شديد من أطفالهم خصوصا للصغيرين دول فأنتي بيبقى عندك فكرة الطفل ده بيعمل إخراج يعني بيعمل تبول وأحيانا كمان مش أحيانا ده أنت كمان بتبيع عارفة هو بيعمل تبول ولا بيعمل براز من تعبيرات الوجه صح كده؟ وهو لابس ودوم وهو رائد كده وبتاعه كل حاجة خلاص؟ الشطارة أنك تعرفي وتتمرني على تسجيل الرياكشنز أو ردود الفعل التعبيرات الوجهة عند الطفل في الأحوال لزي دي وطبعا في أحوال ممكن للتأكد بنسيب الطفل من غير حفاظة ومعلش بنستحمل أنه هو عشان نتأكد أن الشكوى دي موجودة ولا لأ فنفاجأ أن الطفل الصغير بقى اللي ما بيعرفش يعبر بيعيط عيات شديد جدا جدا عيات الألم تبقى موجة العيات طويلة والطفل يتشحت في كده عشان ياخد نفسه ويكمل وبيبقى العيات مفاجئ وصوته عالي معلومة يعني دي على الماشي اللي هي مواصفات بكاء الألم أو عيات الألم أنه بيكون مفاجئ مفاجئ يعني هي زي مكون دوسنا على زرار العيات التاني بتاع الجوع أو عيات الغضب لما يبقى الطفل زعلان من حاجة لا عيات الغضب ده بيبقى صوتين صوتين مع بعض وعيات الجوع بيبقى هادي يعني بيبقى هادي كده وفي الحالتين بيبقى إيه ياخد ثانية أو ثانيتين ويتكرر ياخد ثانية أو ثانيتين وكرر لما عيات الألم لأ ممكن الموجة الواحدة من العيات يفضل الطفل يعاية مثلا سبع ثواني متواصلة وبعده زي ما قلت لكم كده يتشحت في كده عشان يعرف يتنفس وعدين يكمل عياته بيقى صوته عالي قوي ومفاجئ تمام الطفل الكبير اتفقنا أنه بيعبر يعني بيقول أنه موجوع أو في حاجة واكع طيب إيه أسباب الحالة دي أسباب الألم المصاحب لعملية التبول في أسباب مرضية آه زي إيه زي حالات التهابات المثانا عند الأطفال الله هي ممكن تصيب الأطفال ده على فكرة ده هي نسب إصابتها عند الأطفال أكتر من الكبار يبقى أول سبب مرضي التهابات المثانا طيب تاني سبب مرضي ننزل بقى شوية يعني المثانا دي فوق ينزل بقى الحالبين وبعدين القضيب والكلام ده كل أو الحالبين قصد ينزلين من كده وبعدين ينزلوا على المثانا وبعدين المجرى البولي فحالات التهابات المجرى البولي وده إيه سببه سواء التهابات المثانا أو التهابات المجرى البولي ما هو الجهاز البولي كله متصل بعضه يعني بيبدأ من الكليتين ينزل منهم الحالب وبعدين ينزلوا على الوريناري بلدر أو المثانة وبعد كده المثانة دي يبقى فيها عملية الإخراج بقى عبر القناة البولية تمام؟ ليه بيحصل التهابات فيها؟ بيحصل بسبب التعرض لأنواع مختلفة من المايكروبات خلاص؟ ودي وارد أنها تحصل لأطفال؟ ده وارد جدا أنها تحصل لأطفال عارفين أكتر سبب يعني يؤهل أو يسبب أن الحالة دي تحصل إيه؟ عدم الغيار للطفل بشكل سريع أو بشكل يعني أنه بطريقة أخرى أو بالبلد يعني الحفاظة تتسبب فترة طويلة قوي أو أنه يكون فيه تسريب من الحفاظة نتيجة أنه نوع غير جيد أو مقاسها غير جيد فالبول ده يملى المكان أو يعمل تماس أو يمس الأماكن دي فالبول ده هو اللي يتراكم حواليه البكتيريا أو المايكروبات اللي احنا ما نشوفهاش عشان كده بنقول أن حكاية أن الحفاظة تسرب أو أن الحفاظة تتسبب فترة طويلة أو كلام ده كله غلط الهيجين أو الاهتمام بالمنطقة دي عند الأطفال أمر ضروري لأنها منطقة مهيئة قوي لاستقبال المايكروبات ليه؟ لأن البول أصلا فيه مكونات يعني بتحب البكتيريا أنها تعيش فيها عشان كده الجسم بيتخلص منها على طول طيب فيه أسباب تانية غير مرضية لكن في حال وجودها بتظهر الحالة المرضية دي اللي هي الصعوبة والألم المصاحبة للتبول أسباب غير مرضية إيه هي الأسباب دي؟ أسباب زي زيادة نسبة أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات في بول الطفل هو ده سبب غير مرضية؟ آه يعني هو مفيش بكتيريا بقى ولا حاجة بس بول الطفل فيه نسبة أملاح يوريت أو أجزلات أعلى من الطبيعي أو الطبيعي يبقى فيه آه بس بنسب معينة ونسب قليلة طيب إيه اللي يخلي أملاح اليوريت أو أملاح الأجزلات دي تزيد في بول الطفل نتيجة زيادتها في طعام الطفل يعني أن الطفل يأكل حاجات تزود أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات طيب أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات دي موجودة في إيه من الأكل؟ علشان نتجنب زيادة الأكل من أنواع الأغزية دي موجودة في السبانخ السبانخ الحلوة دي المفيدة اللي فيها حديد ومليانة كالسيوم عشان هي لونها أخضر آه بس ما نزودهاش السبانخ تزود أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات فما ندهاش كتير للأطفال أو كميات كبيرة البامية المنجة الفراولة الجوافة الطماطم خلاص؟ وطبعا أي حاجة حد أزيادة يعني أو بملحها زيادة ماشي؟ مرة تانية الحاجات اللي أنا قلتها السبانخ والفراولة والجوافة والطماطم والبامية والحاجات دي ما بقولش إن إحنا نمنعها مش مطلوب إن إحنا نمنع الأطعامات دي لكن كل المطلوب إن إحنا ما نقدمهاش للطفل بكميات كبيرة طيب في حاجات تانية تزود أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات غير الحاجات اللي هي السبانخ والبامية والمانجة والحاجات اللي أنا قلتها دي والطماطم والفراولة والجوافة وكده آه ده دي بقى الحاجات الأخطر والأكثر انتشارة إيه هي؟ بتغالي في ناس عرفوا أو استنتجوا المقارمشات الحاجات اللي هي تتبع في الكياس دي الحاجات المقارمشات فيه كمان حاجة تانية مهمة أوي لازم نخلي بالنا منها إيه هي؟ إن العصائر الحمضية أو الفواكه الحمضية إيه هي الفواكه الحمضية دي؟ البرتقان الكيوي الجريب فروت اللمون إذا اعتبرناه من العصائر يعني خلاص غنية جدا بفيتامين سي آه دي حاجة حلوة فيتامين سي دي حاجة حلوة آه بس إحنا اتفقنا إيه؟ الأمثلة الشعبية دي مش بس ليه علاقة بالأحوال الاجتماعية ده تصدقوا أن ليه علاقة بالطب والعلم مش فيه مثل يقول اللي يزيد عن حده يحصل إيه؟ يتقلب ضده صاح كده؟ ففيتامين سي اللي هو الحاجات دي الفواكه والعصائر الحمضية دي مليانة فيتامين سي للأسف برضو لو ديناها كتير للأطفال فيتامين سي كثرته يساعد على ترسيب أملاح الأجزلات في حال وجودها في الجسم بكميات كبيرة يعني لو هي موجودة أصلا بسبب بقى أغذية زي ما قلنا زي المنجا والسبانخ والفراولة والجوافة والطماطم والحاجات دي كلها والبامية والبتاع هي موجودة هي أملاح الأجزلات وأملاح اليوريت أو كان الطفل بيأكل حاجات مقرمشات خلاص؟ وبالصدفة بقى الطفل ده بيأكل فواكه حمضية أو بيشرب عصائر حمضية زي عصائر اللمون والبرتقان والكيوي والحاجات دي كلها خلاص؟ أو بيأكلهم كفاك يقوم فيتامين سي ده لو زايد يرسب الأملاح دي أكتر يبقى إيه المطلوب؟ ببساطة بس ببساطة شديدة الاعتدال الاعتدال أمر مهم جدا وأهم حاجة في القصة دي كلها تعويد الأطفال على شرب الماء هتقولولي للصغارين كمان أقولكوا آه ده إحنا دلوقتي خلاص الأبحاث كلها بتقول إن من أول 3 شهر نقدر نسئي الطفل مية بعد كل رضعة وأنا بتكلم بقى هنا عن الأطفال الأكبر الحقيقة لأنه نسب إصابة الأطفال الأكبر اللي هم عندهم بقى 3 سنين فما فوق بيكون نسب أكبر بكتير من الأطفال الصغارين فلازم الأطفال دول يشربوا مية كتير وتدريب الأطفال برضو على العناج الشخصية بعد عملية التبول أنا هنا بتكلم عن الأطفال الكبار أطفال الصغارين لازم إحنا اللي نعتني بيهم بشكل أوضح نشطفهم كويس الكبار لازم هم يتعلموا لازم حضرتك كأب أو حضرتك كأم يتعلموا أطفالكو البنات والأولاد يتشطفوا إزاي العناج الشخصية دي مهمة جدا وأكيد عدم ترك الحفاظات فترات طويلة عند الأطفال الصغارين وعدم استخدام أو إعادة استخدام الحفاظات هتقولوا لي الله مش هيا الحفاظة دي بتتسودم كاو تتريمي أقول لكم لا في ناس كاو يقولوا إيه لا لسه نظيفة يعني أسيبها شوية كده أحطها في الشمس أو أحطها كاو تتهوى وبعدين أرجع نستخدمها تاني ده غلط ده غلط غلط في كل الأنواع لأنه الحفاظة المفروض طالما استخدمت يعني بتتريمي إلا بقى لو فيه مثلا بنعلم الطفل التحكم الإرادة في تباله التبارز بتاعه وكان مثلا لابس حفاظة وعين قال لنا أنه عايز يعمل طويلة أو إحنا استنتجنا ولسه ملبس نهاله فنقلع حاله وإنما ما تبقاش مثلا الطفل قاعد بيها ساعات طويلة ونعيد استخدامها مرة تاني خلوا بالكم من النقطة دي أرجوكو وأنا عارف أنا عارف أنه الموضوع له بعد اقتصادي ولكن البعد الاقتصادي لازم نفكر أنه إحنا ندبر المستلزمات بتاعة أطفالنا الحفاظات الألبان الحاجات دي كلها الأغزية بتاعتهم الكويسة نستغنى أو نعيد أو نعدل ميزانية الصرف بتاعتنا بتاعة البيوت بتاعتنا بطريقة أو بأخرى بس ما نجيش على حساب حاجة تخص صحتنا أو صحة أطفالنا تحديدا لأنه الأمراض برضو مكلفة مكلفة في علاجها وغير التكلفة طبعا يعني في دهية التكلفة زي ما بيقولوا ولأن الطفل يبقى عيان فاهمين قصدي فأنا ده اللي بقوله يعني أنه مش بنقول كده كلام وخلاص ولكن أنا عارف أنه فيه أبعاد اقتصادية دايما للموضوع فبس بركز على نقطة أنه عدم إعادة استخدام الحفاظات دي نقطة مهمة جدا جدا علشان خاطر دي من أكتر الحاجات اللي ممكن تساهم في حدوث مشاكل في منطقة الجهاز البولي عند الأطفال هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل موضوعاتنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل خليكم عاجل أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه اتكلمنا في الجزء الأول عن التطعيمات غير الإجبارية اتكلمنا عنها وقلنا وجهة نظرنا فيها وقلنا شوية ملاحظات دقيقة جدا لكل الأباء والأمهات أرجوكوا اعملوا بهذه النصائح واسمعوا الكلام ده كويس قوي ونقشوا الأطباء في اللي أنا بقولوا تمام تاني نقطة اتكلمنا فيها اتكلمنا عن الألم المصاحب لعملية التبول عند الأطفال سواء الكبار أو الأطفال الصغارين الكبار اللي هما بيقدروا يعبروا بالكلام أو بالكلام وردود أفعال الوجه يعني أنه نفهم يعني أن في مشكلة أو أن الطفل قادر يعرفنا أو قادر يفهمنا أن في مشكلة أن هناك ألم مصاحب لعملية التبول أو الأطفال الصغارين كلمنا عن هذه الموضوعات باستفادة اللي ما تابعناش ولسه منضم لينا دلوقتي حالا ممكن ترجعوا لوسائل التواصل تعرفوا أكتر عن هذه الموضوعات موضوعنا التالت بقى عن الدلالات المرضية لتغير لون البول الله هو احنا مركزين على الموضوع ده بالمرة طالما جبنا سيرة الألم المصاحب للتبول فقلنا بالمرة طيب ما نعرفكم علومات حلوة برضو عن أنه أحيانا لون البول لو تغير ده بيكون له دلالات مرضية خلاص أنا هنا مش بتكلم على أنه تغير لون البول بسبب مثلا حاجة طبيعية مثلا بسبب أكل حاجة معينة زي البنجر مثلا البنجر بيخلي لون البول محمر جدا البنجر ده مفيد جدا على فكرة مليان حديد البنجر المسلوق لازم يتسلق كويس أول خلاص أو أن الطفل أو الطفلة بعد الشر يعني يكونوا بياخدوا دوا معين فالدوا ده بيغير لون البول خلينا بس نتكلم ونقول أن اللون الأحمر الخفيف أو البرتقالي لون محمر بسيط أو لون برتقاني ده بيكون اللون يعني بنلحظه في الأيام الأولى من بعد الولادة بنلحظه في الحفزات خلاص وده في الأيام الأولى ملوش دلالات مرضية دي نقطة بس مهمة أن الأمهات والأباء اللي عندهم أطفال لسه موليد جدد في الأيام الأولى أنا بقول له شرط في الأيام الأولى يعني بالكتير قوي أول أسبوع من الولادة أو أول عشر تيام ممكن نلاحظ أن فيه لون برتقالي أو لون أحمر خفيف جدا جدا في الحفزة هل ده لو دلالة مرضية؟ لا ده بيحصل ببساطة ليه؟ نتيجة تفاعل أملاح اليوريت فاكرين أملاح اليوريت اللي لسه مكلمين عنها مع حضراتكم في الجزء اللي فات من الحلقة القسم الثاني على طول أملاح اليوريت دي بتتفاعل موجودة في البول بتتتفاعل مع الهوى هتقولوا ليه الله طب ليه بعد كده بتعملش لون؟ هقول لكم لأنها في الفترة الأولى الأيام الأولى بتكون مركزة أملاح اليوريت بتكون مركزة في الفترة دي فالتفاعل مع الهوى الجوي خلاص الهوى يعني أنها خرجت من الجسم مش الهوى النواء يعني الشبابيك مفتوحة أو المراوح وكده لا الهوى بالنسبة لنا أنها طلعت من الجسم بيحصل تفاعل خلاص فتؤدي إلى وجود هذا اللون دي نقطة مهمة قوي خلاص كده؟ طيب لكن بعد كده بعد كده تغير لون البول ممكن يكون بسبب حالات مرضية أو حالات غير مرضية زي ما قلنا وهنرجع نقول تاني بس لازم تبعارفين سببه اللون الأحمر مثلا زي ما قلتلكم ممكن يكون بسبب البنجر وزي ما قلتلكم البنجر ده من الحاجات المفيدة جدا 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 لأنه غني جدا بالحديد من أكتر المصادر الغنية بالحديد هو عيبه الوحيد بس الأممات بتكرهه عشان بيبقع يعني البقعة بتاعته صعبة زي الرمان كده وزي الكركدية وزي الحاجات دي كلها بس البنجر مليان حديد خلاص بس مش معنى كده برضو أن احنا نفرط في تقديمه للطفل أو أن نديه للطفل بدون حساب لكن البنجر المسلوق والمهروز ده عظيم جدا يعني فخلوا بالكم أن البنجر بيغير لون البول بيخليه محمر ممكن كمان زي ما قلتلكم في بداية كلامي ممكن يكون تغير لون البول إلى الإحمرار بسبب بعض الأدوية ولكن برضو ممكن يكون تغير لون البول إلى اللون الأحمر لأسباب مرضية زي إيه الأسباب المرضية بقى حالات خطيرة شوي لا قدر الله يعني زي حالات تفتيت كرات الدم الحمرة هتقولولي كرات الدم الحمرة اللي بتاعت الدم أقول لكم يحصل لها تفتيت يحصل لها تفتيت كده بتحلل إيه ده بس دي حاجة يعني ندرة أقول لكم لا مش ندرة ولا حاجة أشهر عارفين أشهر مرض يعمل حكاية دي إيه أنيميا الفول أو أنيميا البقوليات اللي بيعبر عنها بشكل شعبي أنيميا الفول الأطفال اللي عندهم أنيميا الفول لو كانوا يعني الفول أو كانوا أنواع معانا من البقوليات يحصل لهم الحكاية دي خلوا بالكم الموضوع ده وأنيميا الفول دي عايز أقول فيها بس كذا نقطة أولا أن هي بتكون موجودة نتيجة نقص إنزيم معين جولوكوس سيكس فوسفيت الأنزيم ده لو مش موجود في الجسم طبيعي يبقى موجود لو مش موجود يبقى الطفل ده عنده أنيميا الفول أو أنيميا البقوليات فدي نقطة خلوا بالكم يعني دي مش بسبب حاجة حضرتك عملتيها أو حضرتك عملتها يعني مش أنتوا السبب فيها كأباء أمهات لا دي حاجة جينية دي أول حاجة تاني حاجة إن أنيميا الفول مش بتخف مش بتختفي لكنها بتقل يعني ماينفعش حد عنده أنيميا الفول يقول أنا خفيت من المرض ده لا لكن مع تقدم العمر لوحظ إنه حالات درجة الإصابة بيها بتقل يعني رد فعل الجسم يعني بس ده مبني على حاجة مهمة جدا حكاية إنها تقل دي يعني تقل كأعراض ما بني على حاجة مهمة جدا إنه يكون الطفل قضى فترات طويلة جدا سنوات طويلة جدا من الالتزام المطلق مش معنى كده مش معنى كلامي إنه دلوقتي ييجي حالا حد يقول إيه أنا ابني عنده أنيميا الفول بقى لنا أربع خمس سنين ما بنأكلوش فول نأكلو بقى لا أنا بقول لكم إنه مع تقدم العمر يعني لما يبقى عنده 12 سنة 18 سنة حاجة وعشرين حاجة وثلاثين حاجة واربعين الموضوع بيقل كحدة إنما المرض لا يختفي تالت حاجة بقى ودي من أهم أهم النقط في موضوع أنيميا الفول إيه هي إن في ناس فاكرة إن أنيميا الفول دي بتيجي من الفول بس اللي هو الفول اللي بنأكلو الفول والطعمية والحاجات دي كلها ماي الطعمية فيها فول برضو وأنتوا أكيد عارفين الحكاية دي صح كده يعني الفول دي إما يتدمس وكده إما بيدخل بقى في الطعمية والحاجات دي كلها ماشي أنا هنا بتكلم على حاجة تانية خالص إنه في حاجة اسمه فول الصوية فول الصوية فول الصوية ده بيدخل في تركيبات غذائية كتيرة جدا جدا فحد يقول إيه لا 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 إحنا ما يعني ما بنأكلش أولادنا فول صوية خالص أقول لكم لا فول الصوية ده بيدخل في تكوين مثلا معظم أنواع البرجر ده ده الدرجة إنه فيه أنواع من البرجر كلها فول الصوية وده نتيجة إنه هو فول الصوية غني جدا بالبروتينات فبيعودوا يعملوا فيه عمليات صنيع لغاية ما يبقى زي اللحمة كده بالزر خلاص بيدخل فول الصوية في أنواع عديدة جدا 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 من الحلويات خصوصا الشوكولات أنواع كتيرة قوي من الشوكولاتات فعشان كده أنا بقول لكم ليه بقول لكم المعلومة دي عشان يعني أدايقكم ولا أقلقكم خالص بس أي أسرة عندها طفل مصاب بأنيميا البوقليات أو أنيميا الفول وهم بيجيبوا مثلا شوكولاتة أو بيجيبوا مادة غزائية معينة أنا ضربت مثلا بالبرجر إنما فيه حاجات تانية خلاص لازم نقرأ المكونات امسكوا كده الحاجة وعودوا قروا كده المكونات لو لقيتوا فيها فول صوية ها ما تجيبوهاش للي عندهم أطفال عندهم أنيميا الفول خلاص ليه أنا بصحح بس معلومة أو بمعنى أدق بوسع معلومة أصلي فيه ناس يعيني كتير قوي أنا بقول يعيني فعلا لأنه هم الموضوع ده مش كتير من الأطباء حتى بيشرحوه بس فيه كتير برضه بيشرحوه ربنا يبارك لهم يعني فيه ناس فاكرة إن الموضوع كله مشكلته في الفول عشان نسمعه أنيميا الفول فلوها ابني ما بيكلش فول ولا طعمية لا يعني ما بيكلش فول وطعمية عشان عنده طعمية إنما تلاقي الطفل عنده مشاكل ونفس الحال عملت جيله بس بيأكل شوكولتات وبيأكل بسكوتات وحيانا بيأكل بيرجر كل ده داخل فيها فول صوية فخلوا بالكم الحكاية دي الموضوع بسيط إن إحنا نقرأ المكونات بس ثقافة دي إن إحنا نقرأ الليبل أو نقرأ المادة دي أو الشيء اللي هنأكله ده أو هنأكله لولدنا إيه المكونات بتاعته بس كده لو لقيمنا في فول صوية نبعد عنه ده اللي عندهم إيه أنيميا الفول طيب نرجع تاني الموضوعنا الرئيسي وهو إن زي ما قلتلكم الناس الأطفال اللي عندهم أنيميا البقوليات أو أنيميا الفول في حال حدوث إن هم كلوا حاجة من الحاجات دي يحصل تحلل وتفتت لكرات الدم الحمرة فيظهر دم في البول فده يخلي البول لونه أحمر مش لازم دم صريح يخلي لون البول لونه أحمر مش لازم الدم الصريح ده تمام طيب ايه تاني يخلي البول لونه أحمر حالات التهبات الكلة أو الكلة يعني عشان أقولها صح باللغة العربية خلاص أو في حالة وجود حصوة في الكلة أو حصوة في الحالب أو حصوة في المثانة هتقولولي الله هي الحصوة دي ايه مشكلتها أقول لكم إن الحصوة دي حصوة جسم غريب فممكن أثناء حركتها أو حتى وهي في مكانها تخدش الجدار سواء بتاع الكلة أو بتاع الحالب أو بتاع المثانة أو بتاع فده يؤدي إلى نزول بعض الدم يخطلط بالبول فيخلي البول لونه أحمر الأطفال اللي عندهم زيادة في سيولة الدم البول عندهم ممكن يبقى أحمر الأطفال اللي عندهم بالهرسيا المسالك البولية البول عندهم يبقى لونه أحمر تمام؟ طيب هل في تغيرات لونية أخرى في لون البول بتكون مؤلئة بخلاف اللون الأحمر؟ يعني بطريقة تانية عرفنا يا عم إن اللون الأحمر في البول ده له دلالات مرضية وقلنا كمان إنه ممكن فيه أسباب تانية ملعاش علاقة بالأمراض زي البنجر والحاجات دي أو زي بعض الأدوية وعرفنا إيه الحاجات المرضية اللي ممكن تخلي فيه تغيرات في لون البول يكون مائل إلى اللون الأحمر طيب بخلاف بقى اللون الأحمر ده فيه ألوان تانية مؤلئة؟ ها؟ ولا هو اللون الأحمر بس اللي يقلئنا؟ لا الإجابة إنه فيه ألوان تانية مؤلئة إيه هي؟ اللون الأصفر الغامق لون البول كلنا عارفين اللونه ده لدرجة إن إحنا لما بنشرب مياه كتير بنلاقي لون البول فاتح فحتى دي بتكون دلالة على إن إحنا من العلامات اللي لازم نعمل فيه كنترول بقى أو نعمل تنظيم لكمية الماء اللي بيشربها الطفل لأحيانا الأطفال إحنا عشان بنشجعهم إنهما يشربوا مية فأحيانا الأطفال بيحولوا الموضوع اللي زي لعبة شوية أو عشان يبينوا لنا إنهما شطاء فتلاقي الطفل عمال على بطال كده يبقى عايز يشرب وبيحبوا أو يشربوا بالإزازة يعني الأطفال عندهم أشق عشق إنهما يشربوا بالإزازة تيجي تقولهم تشربوا يا ابني من الكباية عايز يشرب بالإزازة كده فأنا بقول لكم ده بس موضوع على الماشي كده الأباء والأمهات أو الكبار أو العمات والخالات والجدود والجدات بلاش تشربوا من الإزازة قدام ولادكم عشان الأطفال بيركزوا قوي ويبينفسهم في اللحظة اللي تيجي دي فتلاقي الأطفال تلاقيه فيه ناس يقولك إيه خلاص يشرب مهل مية حلوة أيوة فيه أطفال بقى بتعرفش تامل كنترول يفضل مسك الإزازة يفضل زي ما بنقوله كده إيه زي ما يقوله يأربع في الإزازة فأحيانا المية الزيادة دي تنعكس على لون البول تلاقيه لون البول فاتح فده بيكون حاجة مش كويسة احنا انتفقنا لسه من شوية بنقول إيه اللي يزيد عن حده يتقلب إيه تقلب ضده نعكس بقى الحكاية لون البول الأصفر الغامئ يعني لون البول الزيادة في درجة الغمقان بتاعته دي ممكن تكون دلالة على حاجة غريبة جدا دلالة مرضية على حالة غريبة جدا هي زيادة فيتامين به المركب في الجسم حد يقول لي الله ما انتو بتقوله كأطباء إن فيتامين به المركب ده حاجة كويسة ومفيد للمناع ده أنواع كمان به واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبه خمسة وبه ستة وبه اتناشر وفولك أسد هقولك على عيني وراسي هو مهم لكن زيادته مش مهمة الحديد مهم لكن زيادته مش مهمة زيادته خطيرة الفيتامين به المركب مهم لكن زيادته خطيرة الحديد فيتامين سي الزينك الماغنيسيوم البوتاسيوم السوديوم أي حاجة زيادة عن اللي ربنا سبحانه وتعالى مقرره للجسم البشري تبقى خطر فزي ما قلتلكم غمقان لون البول ممكن يكون دلالة على زيادة فيتامين به المركب وده أمر مش سه خطير يعني أو تاني حاجة زي ما لسه بقولكه زيادة تركيز البول بسبب نقص شرب الماء فتلاقي الناس اللي مشربوش ماء كتير تلاقي عندهم تغير في لون البول ناحية اللون الأصفر الغامق طيب في أسباب تانية تخلي لون البول أصفر غامق قوي اه ارتفاع درجة حرارة الجسم يه تخيلوا بقى ان احنا ممكن نستنتج ان الطفل لو شفنا لون البول بتاعه نشك ان عنده حرارة اه لو لقيته لون البول متغير كده لون غامق يلا نقيس الحرارة فتقيسه الحرارة تلاقوا ان هو ايه ممكن يبقى عنده حرارة عالية يبقى تكلمنا دلوقتي عن لون الأحمر في البول واتكلمنا عن اللون الأصفر الغامق من الألوان برضو yeah دلالة مرضية لون البول البني الداكن اللي هو غامق بقى قوي وده بيكون مصاحب لالتهابات الكلة او لالتهابات يعني التهاب الكبدي الفيروسي بأنواعه التهابات الكلة والتهابات الكبدي الفيروسية اللون الزتوني في البول اللي هو المائل للاخضرار شوية بيدل على وجود مشاكل في المرارة او مشاكل في القناة المرارية ده كان موضوعنا التالت في حلقتنا النهاردة وهو عن التغيرات أو الدلالات المرضية لتغير لون البول حلقتنا خلصت وإن شاء الله إذا ربنا أراد سبحانه وتعالى نلتقي بكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحكا سلام عليكم